السلام عليكم تمنى كل شي يكون باخر على خير تحنا اللي ديرين نظام غذائي صحي تحنا يكون عندنا حقنا انا نضوقه من المملاحات وهو يكونوا صحيين بنسبة الناس اللي ديرها حيمية ولا اللي ما بغينش شي حاجة اللي فيها الدقيق الابياض ولي فيها الزبدة ولي فيها لا موطار دوركوا عارفين بزاف ديال اضافات اللي كيضيفهم فدوك المملاحات اللي ما كان عارفوش المصدر اللي اللي يمنين هادو ديرهم بتحين دير الشعير مواد اللي اللي عندنا في الكوزينة صحية تعطوا الوليدات كما كاشي حاجة زوينة تشربوها مع اتي وهنا يعني ستعمل فقط الزيتون وفلفلة حمراء كتشويتا وعندي هنا هذيك مرسيطة او لان انا صوفي تقدرو تعوضوا بلاستو ديرو زعتر ديرو زعتر ولا ديرو حتى البصلة شحروها مزيان مزيان مع الفلفلة الخضرة وضيفوها بلاستو ويمكن نحيط لها الورقة بحركة ونغسلها مزيان ونشف لما يمنقية الفلفلة ونحيط الزيت ونحيط ليل العظم معا نحتاج ثلاثة هذه البيضات الزيت العود والملحة هاد الشي كيتحضر يعني ضغياء كتو جدرها نص ساعة كتتكون عندكم المملحات اللي هي واجدة ودائما تخليوها عندكم كتكون القرمشرة كتحطو قهيوة بلاقاتي حطمنا شي وحيدين هكا كولوهم يعني عارفين شنو كتاكلوا عندي هنا الطحين ديال الشير عن دير كل 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 وحدة عن دير فيها ثلاثة الكسان ديال الطحين ديال الشير وراك تخرج كيمية اللي هي معقولة هكا تحتفضو بها بشي بوطة اللي ما كيدخلهاش لهوا وهكا تجيبوها يعني هي المدق ديالها بطبيعة الحلقة الحاجة اللي هي الصيحية ما كتعطيك شي منظر لي هو واو حيث هو مشي تقيق الابيض وما كتعطيك شي 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 مدق ليساني راكو عارفين يعني حاجة صيحية كتعطيك مدق ما بين وبين مشيش حاجة زوينة بزاف وزيدون انا مباش نكتر فيهم الملحة الملحة اصلا يعني تهية موضرة قصة نقسم منها بحل الزيتون فيه من الملحة عادي نضيف يعني اللي فيها بشاور الحمراء والاخرى من عند ادفهم ومن الملحة ما كيف تضيف الملحة لها كبيرة وكيف يضيف كضمة لبنة كيف يضيف المهم بزاف خواجة لما انهضروا عليهم هنا استعملت شيء اليوم طبيعية اللي عندي في الكوزينة اللي عندي في تلاجة جبته وحضرت بههم هذه موضرة الملحات بقيت كان فكر شنو عندي شنو عندي شنو عندي نضيف الزيتون نضيف الزيتون تضيف الزيتون السودانية تضيف الهريسة نضيف الهريسة هنا الملحة الملحة زيتون مالح نضيف الروبو يخلط العناصير نضيف نضيف 1-5 كس الماء نضيفه نضيفها وضيفه يجب يجب نضيفه الماء اضيف لم يكن أتضيف لم يكن 35 دقيقة كانوا عندي واجدين ما بين التحضير والطياب ديالهم كتنقصوا ليهم الفران العافية متوسطة وتقابلوهم بغيدناهم احنا يتقرمشوا يعني ما يبقوش هكا طريين والسمك ديالهم عا تشوفوا معي را رقيق مشي غلط باش يجيونا مقرمشين حيث ما فيهم الخميرة لاتشي حاجة إلا درنا السمك ديالهم غلط إلا بودوا دروا السمك ديالهم غلط دروا فيهم خميرة الحلويات أو لا المهم انا درتهم هكا مقرمشين حيث ولدتي كيبغوا حاجة اللي تكون نرقيقة ومقرمشة بحال الشيبس طحنت هذو مع الزيتون كي مشيتوا معي ومبعد عن طحن الفلفلات ديال الفلفلات ديال فلفلات ديال معلقة كبيرة ديال الطحين حيث الفلفلات والبيض يعني في الزجولية ديال الطحين ديال الشير تالاخير جمعت لي العجينة شتبقة كتلصق فيها واحد المعلقة ديال الطحين ديال الشير صافي اخلط كي مشيتوا معي ديال مملحات صحيين ساهلين ماهلين اللي عندكم توفر في الدار ديال عما ديال الفلفلات كي مشيتوا معي شتبقة كتلصق يعني زيت لها واحد معلقة كبيرة ديال الطحين ديال الشير اما الآخرين زيت لهم نص نص كس ديال الماء ووجمات العجين ديال الفران يسخن صافيو بديت كان نفردهم عاديين ارقاقين على الورق سوف يزيجوا وكان رش شوية ديال الطحين ديال الشير حيث الطحين ديال الشير ماشي بحال الطحين الابيض اخص شوية كيتلصق يعني اخصكم ترشو شوية ديال الطحين ت зовут الكتب من وجه الماء صغير وكانت الارقاء او كامل زعطر في الوحيد في الوحيد بصوتة الأمام بطبع زيتون كامل يجب أن يؤدي الزيتون كامل زيتون بصوت مجد في الوحيد بصوت مجد في الوحيد ومعيز وعندما تنظر بالنسبة لي لن ينجح الحالة كي لا تكتر الماء حيث اخذت لكم من الماء يجب ان يجب ان يتقل شحر بصله و شحر الفلاء و حمراء و خضراء و اضطحنه اتفهره على الماء ما لديك افضاع لا تقيد بالعناصر اللي درناهم سوف أريد أنني أجمع سوف أجمع لي العجين سوف أخصص الخاطر حيث الطحين الشغير يتلسق شي شوية لا تكترون الماء كما يعدبكم سوف تديروا على الورق لا يبقى شي يتلسق لكم اجتمعي سوف أجمع سوف يتجمع العجين سوف تكون بحال هذا الشكل لا تجد العجين مرخوف والطحين الشغير يتلسق هو صعب في الخدمة مقارنة مع الدقيق الأبيض كما اجتمعي اجمعي سوف أجمع الشغير سوف ينقبض الكويرة وقد قبضتها ودرت لها نفس الطريقة وزينو اي زرارة عندكم جنجلين اللي بغيتو زينو به سوف يقرر شوية ديال المبشيتة باش يسقل يا كالزرار وكن عاود نحط الورق سوف يغيزي وكن عاود بالمدلك باش هذوك الزرار يسقل يا على العجينة باش ما يمشي طيب ويبقى طيرو بحدهم سوف يقطعتهم في اللور بغيت نقطعهم بات الجرارة ديال الشباكية سوف تتخلي لي هذوك يعني هذك المنتف ديال السنينات ساعة عشر سوف يقطعتهم بالجرارة ديال ديال بيتزا عادي انتو ما بغيتو ايش كنتو ما بغيتو تديروا مربع بغيتو تديروا بذلك القطاعات الصغر ديال الحلوة انا حيث الوقت كنت كنت طيب الغضاء وانت كنت نصاب هذه المملاحات يعني ما عنديش الوقت بزاف انني باش نديرهم ولكن كما قلت لكم من المهم هو يكون شعير هو يكون زيت البلدية يعني ما ندخلوش مواد اللي هي راكو عارفين نحاولو دائما نبقى في هذا الشيء الصحي صافي كما قلت لكم بالطريق الجرارة ديال الشبكية ساعة الشعير كي يتلصق ما معطانيش هذك الشكل اللي بغيت انا صافي قطعتهم غاب ديال بيزا ولا قطعهم غاب الموس صافي ودخلهم الفران على عافية اللي تكون متوسطة هنا ثاني ديال ديال الفلفلات الحمراء كار ندير شيتها كافية شوية الماء اللي ما بغاش يدير الماء التال ما يلصق زرارع بلا ما تديرو بايض البيض صافي اي زرارع عندكم ديال نورة شمس ديال القراءة حمراء زرارع اللي مخلطين جنجلان اللي مطفر عندكم ديروه يعني ما تتقيدوا شبهت شي اللي درت انا المهم هو انا نديرو مملحات تكون صحية ونحطلو ليداتنا شي حاجة صحية وحنا احنا ناكلو منها مرة 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 يعني كمع كويس ديالاتي كلتي ستد الحبات والسبعات الحبات وخذيرا الريجيم را ما عليش يديرو للك شي حاجة زعمة بحل بحل البيسكويل العادي ولا كيكة عادية ولا الاخيرة صافي كما اجتمعي كندير الماء وكندير زرارع بعد كندير واقصة في غيزة وكنتبت هذه الزريعة وكنتبت هذا الورق سيغيزة وكندخلو من الفران مرة مرة كنطل عليهم فين وصلوا في الطياب المخصص يجبون مقرمشين يعني ما تزربوش عليهم في الاخر وعدو ديالزيتو ندرت لهم زرارع ديال القرعة الحمراء كي مدكلي كمتوما زينو باللي بغيتو وقطعوهم باللي بغيتو انا كنت زربة قلت بغيتو حيث كنت طيب الغضاء ونضع لكم الفيديو حيث كانوا طلبوني ابنات قالوا يا عفا لدينا مملحات يكونوا صحية قلت البارح بغيتو نديرهم ما قدتني الوقت تخارج وليوم قلت علش ما نصاوبهم بعدا لي انا ولي ذاتي وحتى البنات يستافدوا بهذا الفيديو وحتى الناس اللي عندهم مرض السكر تهواء يعني ناسبهم انهم يصاوبوا المملحات هادو والله يشافيهم يعافيهم صافي هكا كدبقوا تقطعوهم بحلاكي اللي شتمتوما باقين شي بلايس اللي طريين عاودوا ودخلوهم الفران فهمتوني اللي شتو الشبلايس باقين طريين يعني باقين خاصتهم بتقرميشة دخلوهم تاني الفرانسة يحتفظوا بهم في شي بواطا وقدموهم هادو هاما دي مرسيطة بزرع رعسا وما كيجيو زوينين وولداد وديز زيتون سافي كتقطعوه بكل سهولة رغم ما كي يعني ما كيلسقوش مع بعدياتهم وشكل ديالهم كيجيو زوين وكيجيل ديت هادو تقدر تكونوا صايبين الشيش لاده هكا في الليل وتسلقوا واحد البيضاء وتحطوها فوق منها تلوحوا عليها هادو وكيجوا مقار مرشين وانتمنى اعجبكم الفيديو ديال اليوم خليلكم الراحة ونشكر قليل الشتراك عندي بالقناة مرحبه والف مرحبه وسمحوا للي ما كان جاوبه مش ضغياء يلا نتلقوا فيديوهات جداد ان شاء الله دائما نكلوا صحي وكلوا صحي اشتركوا في القناة -ف longue اشتركوا في القناة